بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب وطلبات الثانوية العامة أهلا بكم يا أبطال في قناتكم الجميلة قناة مدرستنا من خلال القناة إن شاء الله النهاردة هنقدم لكم كل ما يحقق حلمكم الجميل الصغير أو الكبير إن احنا نجيب مجموع وندخل كلية جميلة إن شاء الله بإذن الله بالتفاؤل بالحب بالإرادة بالعزيمة بالحل بالشغل الكتير قوي 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 إن شاء الله بإذن الله هنحل كتير قوي من خلال القناة ونشرح ونتدرب ونعمل كل حاجة بس عشان نستفيد من حلقاتنا نتفق في البداية على ما يلي أنا محتاج منكم كراسة دي كراسة الأولانية هنعملها لملاحظتنا كراسة التانية هنعملها لمعجمي كراستين دول بالتراكم لو تبعت معايا هتخرج بكنز رائع أنت اللي عمله بإيدك من خلال ملاحظتك ومن خلال المعجم الملاحظات واضح طبعا من إسماء إنك تقعد قدام الحلقة وتسمع كويس وتلتقط المعلومات وتبقى صياد ماهر وتدون المعلومات المهمة والكراسة التانية هتبقى اسمها معجمي دي بقى كراسة مهمة جدا لإنها هتحل مشكلة كبيرة جدا بتواجهكم في البلاغة وفي النصوص وحتى في القراءة وهي معاني الكلمات لو أنتوا محصولكم اللغة وشوية يعني ممكن محصولكم اللغة في الإنجليزة أكتر من العربي شوية لكن احنا عايزين طبعا نزود اللغة العربية لغتنا الجميلة عايزين نزود محصولنا اللغوي بأن احنا لما نحل ونقابل معاني كلمات هنقول أضف إلى معجمك اكتب الكلمة دي ضفها هنا هتطلع بكنز سمين جدا بإذن الله من خلال الكراستين دول الكراستين دول هينشؤوا تفاعل جميل بينه وبينك ومش هيخليه تعليم عن بعد ده بإذن الله هندي واجب وهنصحح الواجب بالحلقات وطبعا هتقول لي طبعا أنا هلتزم بالواجب إزاي أستاذ طب كده طبعا أنت بتدرس منهج حر والمنهج الحر يصنع طالبا حرا فأنت أكيد ضميرك وعزمتك وحبك في العمل إن شاء الله بإذن الله نحببك ونحل واجبات مع بعض ويلا بقى شباب نتوكل على الله ونبدأ حلقتنا الأولى يا طرح نبدأ بإيه نبدأ بالبلاغة اخترت البلاغة لأن بالبلاغة زي ما بنقول نبلغ المقاصد البلاغة تلاقي منتشرة عندك في المنهج في كل حد البلاغة موجودة في النصوص البلاغة موجودة في القراءة أحيانا بيسأل بعض الأسئلة البلاغة موجودة في النص الحر كمان ليه البلاغة يجيلك بلاغة قطعة بلاغة فعلا فتعالوا نتوكل على الله ونبدأ بمنهج قوي جدا وهو منهجنا في تلت سنوي وهو منهج التجربة الشعرية تعالوا بس قدامك وقع كده معي وتابع معي ايه مواتج التعلم اللي احنا عايزين نحققها النهاردة يتوقع بعد دراسة هذه الوحدة أن يكون الطالب قادر على إن شاء الله بإذن الله تحدد مفهوم التجربة وتستنتج عناصرها يحدد مفهوم التجربة تفهم معنى كلمة تجربة شعرية يوضح مفهوم الوحدة الفنية وعناصرها كمان يطبق مفهوم التجربة الشعرية على ما يقرأ من نصوص دول شباب التلت أهداف اللي عايزين نحققهم ودايما بإذن الله هنبدأ بنواتج التعلم تعالوا مع بعض نبدأ بسؤال يطرح نفسه ما المراحل التي يمر بها الشعراء ليعبروا عما يشعرون به في صورة قصيدة القصيدة التي أمامك منذ ابتدائي وعدادي وسنوي مررت بقصائق كثيرة سواء في العصر العباسي أو العصر الجاهلي أو العصر الحديث يطرى هذه القصيدة ما المراحل التي تمر بها القصيدة من خلال تعريف التجربة الشعرية نستطيع أن نستنتج هذه المراحل تعالوا نقرأ مفهوم التجربة الشعرية كما هو في كتاب المدرسة التجربة الشعرية هي الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصورها الشعر حين يفكر في أمر من الأمور تفكيرا يستحوذ على مشاعره وأحاسيسه فلا يجد متنفسا إلا فيما ينظمه من شعر بالقراءة الوعية واستعاب المقروء الذي أمامك تلاحظ أن التجربة الشعرية هي صورة نفسية أو كونية يقصد بنفسية شيء يخص الشعر ويقصد بكونية شيء عام قد يصف طبيعة أو يصف أمرا ما التي يصورها الشعر حين يفكر في أمر من الأمور تفكيرا يستحوذ عليه إذن تبدأ القصيدة بالفكرة انتبهوا شباب تبدأ القصيدة بالفكرة وبالعقل وبالوعي يعي الشاعر موقف ما ماذا يحدث عندما يعي ويفهم هذا الموقف يتأثر به ماذا يحدث عندما يتأثر به يعبر عنه تعالى نسأل انتبه طريقتنا دائما ستعتمد على الشرح القليل والأسئلة الكثيرة سؤال أمامك الآن انظر يتضح من التعريف الصادق أن خروج القصيدة إلى النور يمر بي مرحلة واحدة مرحلتين ثلاث مراحل أربع مراحل الحقيقة إذا فكرنا وعدنا إلى التعريف سنجد أن المرحلة الأولى هي الفكر والمرحلة الثانية هي المشاعر والمرحلة الثالثة هي التعبير صح إذن الإجابة الصحيحة هي ثلاث مراحل فكر ثم تأثر ثم تعبير هل الكلام دي يا أستاذ حيجيني بالصورة دي في الامتحان؟ لا طبعا لكن لازم تفهم فلسفة هذا الأمر وتفهم عمق البلاغة لكي تستطيع أن تتعامل مع النصوص الحرة فالمسألة مسألة فهم ومسألة استيعابة تعالوا ننتقل بعد معرفنا أن التجربة تمر بثلاث مراحل تعالوا ننتقل إلى عناصر التجربة عناصر التجربة أول عنصر كما هو أمامك عنصر الوجدان أرجو الانتباه الوجدان يسمى مسميات كثيرة الشعور الجو النفسي العاطفة الانفعال الإحساس كل هذه مسميات للوجدان طبعا تنتبه لها لأن السؤال يأتي مستوعبا أحد هذه الكلمات فمثلا إذا سألك عن الجو النفسي وأنت لا تدري ما الجو النفسي قد تتكلم عن الفكرة قد تتكلم عن الكلمات إذن انتبه إلى مسميات الوجدان التي أمامك لأنها ستعينك جدا في فهم المطلوب من السؤال طب يا ترى ما أهمية الوجدان الحقيقة الوجدان اللي هو الشعور طب هو الشعر اسمه إيه شعر طب جاي من كلمة إيه شعر يشعر طلبة علمي كده تسيبها من الفيزياء بقى وتسيبها من الكيميا وتسيبها ونخش بقى في عالم الوجدانيات شوية هو لأن اللغة العربية هي لغة فن معتمدة على العقل وعلى الشعور ما التجارب نتابه هذا السؤال مهم تعالوا نبصك كده قدامنا متى تكون التجربة الشعرية غير نجاح أنا ربطت دوقتي قلت لك الوجدان وانتنقلت وقلت لك متى تكون التجربة الشعرية غير نجاح بص كده قدامك قال لك هوا قال لك اللي بتعتمد على الحس الظاهري وهضرب لك أمثلة حس الظاهري يعني مجرد وصف كده بارد مفهوش حيوية مفهوش انفعال زي المتح مثلا حد بيمدع حد عشان ليه مصلحة بس او المحاكاة الصماء ان يحصل نوع من التقليد القطأ اللي هو نوع من التقليد الأصم اللي مفهوش شعور يمكن الحس الظاهري والمحاكاة الصماء لتنين شبه بعد شوية انا عارف ان انت الكلام النظري ده ممكن شوية تكون يعني عاملك مشكلة بس اصبر معي خد النظري وبسرعة نروح للعمل حالا خد فكرة تعال انفهم مع ده كمان النقل والسرقة يعني لو لقينا حد بيسرق وبيقلت حد تبقى الأصل يعتبر هذا نوع من أنواع التجارب الفاشلة شعر المناسبات اللي بتقال في المناسبات دون ايمان بالمناسبة هو السؤال هنا ممكن يتبنى على المعلومة دي ازاي انتبه اجب لك مجموعة من الابيات زي ما هعمل حالا معاك وقولك ايه رأيك في الابيات اللي قدامك دي هل الابيات اللي قدامك دي تجربة صادقة ام غير صادقة وطبعا هنا بقى بيباني الطالب اللي استوعب هذه النقاط والطالب اللي ما استوعبهاش تعالا كده نشوف السؤال ده السؤال ده بيقولك اي التجارب الآتية يستحيل على الطالب السنوع العامة ان يعرف انها تجربة غير نجح السؤال يعني هو سؤال طريف لكنه يعني عشان اشيل الهم عن دماغك فانك انت هتقولي ازاي تعالا بس نشوف الاختياري بقولك هنا ما يصدر عن مجرد الحس الظاهري ودون اندماج شعوري ولا ما يسوق الشاعر تقليدا لغيره نقلا عن الاخرين او ما يحاكي فيه الطبيعة محاكاة سماء او ما يصاق في المناسبات الحقيقة الاولانية انت ممكن تقرأ الابيات وتحس فعلا انه حسه ظاهري لكن رقم به اه هي فعلا الاجابة رقم به ليه لانك عشان تعرف ان القصيدة دي مسروقة او القصيدة دي نقلها يبقى انت ساعدتك بقى جوجل يبقى انت ساعدتك حافظ كل الشعر العربي فمر عليك البدة فشغلت بقى كائن فضائي فانت اكتشفت كده لا طبعا يبقى دا ما تقلقش يعني السؤال طريف علشان يطمئنك ان دا مش حيجي في الامتحان يقولك دا منقول ولا غير منقول يبقى اذا الاجابة هي ما يسوقه الشعر تقليدا لغيره او نقلا عن الاخرين هي دي اللي مستحيل فعلا طبعا ان هي ايه شباب تبقى الطالب سانية عامة ما تقلقش منها خاصة ما تشيلش همها لكن النقاط التانية تشيلها همها انك تعرف ان دا حس الظاهري ولا لا ان تعرف ان دا بيحاكي الطبيعة محاكاسة ولا لا او في المناسبات اول ما يقولك في المناسبات شك كده انه ايه شعر مش حلو يعني ستما تعالى للجانب العملي تعالى نتوكل على الجانب العملي اسمح بقى الابيات الجميلة اللي جاي معايا دي احكم عليها الله اعلم جميلة ولا غير جميلة احكم نجوم حلوة تزهو ملأنا الكون انوارا نراها في السماء تعلو وتهدي سائرا حارا وفي اوساطها قمر ققلب للسماء صارا ودفء الشمس نرقبه شروقا منها ابكارا وارل زانها العشب حوت بحرا وانهارا واشجار لنا ظل جنينا منها اثمارا وعذب الماء من مطر على الوديان قد سارا ليسقيت زرع والبشرة جوادا كان مدرارا فتلك الطبيعة غناء غدت للفكر اسرارا اله الكون سواها عليها كان قهارا الابيات تقول ان النجوم جميلة والسماء رائعة والقمر جميل والشمس دافئة والارض مزينة والاشجار تظللنا والماء عذب ويسقي الزرع وهذه الطبيعة الغناء والله سبحانه وتعالى قد خلق لنا هذه الاشياء الجميلة ما رأيك في هذه التجربة؟ السؤال ارى انها تجربة ننتبهوه؟ ارى انها تجربة ناجحة لتوفر عنصر الوجدان القوي والوصف الدقيق لعناصر الطبيعة كالكون والسماء والقمر؟ يعني نناقش بس المنطوق علشان نقدر نفهمه ارى انها تجربة ناجحة لتوفر عنصر الوجدان القوي والوصف الدقيق لعناصر الطبيعة كالكون والسماء؟ ولا ارى انها تجربة غير ناجحة لعدم توفر الصدق الفني فيها واعتمادها على رغبة الشاعر في استعراض مهارات بلاغية ايه دي يا استاذ يعني يا استاذ هل الاختيار سيكون بهذا الطول؟ سنتعود عليه ركز معايا ارى انها تجربة ناجحة لان الشاعر تعمق في التأمل الذهني وربط ذلك بعبرة سامية وهي معرفة عظمة الخالق سبحانه وتعالى اخيرا ارى انها تجربة غير ناجحة لان الشاعر اعتمد على وصف ظاهري ونقل لنا ما يرى دون ان يمزج ذلك بوجدانه بل اعتمد على تأملات عقلية بعيدة شيئا ما عن عالم الشاعر الحقيقة الابيات لو نفتكرها ما هي الا وصف للنجوم بتعمل الشمس كذا القمر كذا الارض كذا لا تنخدع بان امامك ابيات فاذا هو شاعر جميل انتم للأسف الشديد يعني تعجبون او تعظمون اي شيء مطبوع مكتوب في كتاب كما يقولون في العمية يعني هنا الهغلط يعني هنا لها عدل على الشاعر يعني لا نعم انت تستطيع ان تعدل على الشاعر تعدل على الشاعر لان هذا الكلام الحقيقة هو مجرد نقل ما يرى لا ما يشعر فهو يقول النجوم حلوة والسماء تعلو والقمر في قلبها والارض والعجب اذا اذا الاجابة الصحيحة هي دال فعلا الاجابة الصحيحة هي دال لماذا لانها تجربة غير ناجحة لان الشاعر اعتمد على مجرد وصف ظاهري ولم يندمج مع هذه المشاعر الجميلة او لم ينقل لنا المشاعر وفي نص المساء ان شاء الله سيتضح الامر اكثر واكثر اذا تعلمني الان ان هناك تجارب ناجحة وتجارب غير ايه شباب وتجارب غير ناجحة اعلم انه قد يبدو الامر في البداية صعبا نعم اعلم ذلك ولكن سنظل او نستمر في الحل الى ان تتعود على هذه الاسئلة لانه لا يعقل ابدا ان نتدرب على اسئلة هشة بسيطة سهلة ثم نفاجأ في النهاية او نقول لماذا تأتي الاسئلة صعبة في امتحان فلابد ان نعافر شبابا ان شاء الله باذن الله تعالى ننتقل الى نقطة اخرى من عناصر التجربة الشعرية العنصر الثاني من عناصر التجربة الشعرية هو الفكر اقرأ البيتين التاليين ثم بين ما ينقصهما واهن لثلم واهن لسلمة ثم واهن واها يليت عيناها لنا وفاها واهن لسلمة ثم واهن واها يليت عيناها لنا وفاها بتغريب اوي كل حال لضده يتحول فالزم الصبر اذ عليه المعول ما الفرق بين البيتين تلاحظ البيت الاول شاعر يعني لا يقول الا عاطفة واهن 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 يصرخ يتألم ولا ندري لماذا ولا ندري ما الذي دفعه لذلك اما الشاعر الثاني فهو لم يظهر اي نوع من انواع العاطفة بل هي حكمة عقلية كل حال لضده يتحول فالزم الصبر اذ عليه المعول ماذا نستنتج هذه الابيات تستنتج ان خلو الابيات انتبهوا خلو الابيات من العنصر الفكري يحولها الى انسياب عاطفي والانسياب العاطفي يصل الى درجة عدم التأثير وخلو الابيات من العنصر الوجداني يحولها الى كلام نظم لا شعورة فيه ولا حياة فيه اذا الفرقة او التجربة الناجحة تتفق معي هي ما توفر فيها العنصر الفكري الذي يضمن لها الدقة وما توفر فيها العنصر الوجداني الذي يضمن لها التأثير يبقى عايزين عوحكتين احنا اتكلمنا عن التجربة الفاشلة وتجربة غير الناجحة دلوقتي بنتكلم عن التجربة الناجحة اللي يبتج مع ما بين حكتين حاجة الاولانية اللي هي الفكر الذي يضمن لها القوة والتماسك والوجدان الذي يضمن لها التأثير ودي التجارب الناجحة طب تعالى بما تحكم على هذه الابيات اقرأ معي هذه الابيات لا تقبل الأجرام عدة كلا ولا الأبعاد حدة العقل يرجع خائبا عنها وإن لم يأل جهدا يرقع إليها موريا بالفكر في الظلماء زندة مسترشدا بعلومه فيها إذا ما ضل يهدى ما رأيك في هذه الابيات الشاعر هنا في هذه الابيات كل ما يقوله أن الأجرام أي النجوم كثيرة ولا تقبل عدا والعقل عندما يحاول التأمل لا يستطيع أن يصل إلى عددها ومهما بذل العقل من جهد لكي يصل إلى الحقيقة فإنه لا يستطيع أن يصل بل يجد نفسه حائرا ما هذا الكلام؟ هذا الكلام فلسفة هذا الكلام مجرد فكر لا يوجد فيه شعور ولا يوجد فيه إحساس ولا يوجد فيه نوع من أنواع التأثير إذن هذه الابيات تعالوا نقرأ مع بعض وتختار معايا خرجت غير دقيقة مفككة الروابط لغياب العنصر الفكري ولا جاءت أبيات فلسفية جاءت أبيات فلسفية عميقة ظهر فيها بوضوح عاطفة قوية منحة التجربة ذاتية وحرارتها ولا جاءت مجرد نظم خرج عن نطاق الشعر وحيويته وحيوية تأثير لافتقادها العنصر الوجداني ولا لم يمتزج الفكر فيها بالوجدان فأصبحت مجرد إنسياب عاطفي الإجابة الصحيحة جاءت مجرد نظم خرج عن نطاق الشعر وحيوية تأثير لافتقادها العنصر الوجداني واحدة واحدة شباب أنا عارف في البداية نمسك مع بعض الطريق وإن شاء الله بالحل الكتير هتقدر تتعامل مع مثل هذه الأسئلة وده هيعينك جدا على التعامل مع النصوص الحرة اللي أنت بتشتكه منه يلا نكمل أسئلة يلا نكمل أسئلة بقول لي الصورة التعبيرية الصورة التعبيرية زي ما قدامك كده بتتكون من ثلاث أشياء الألفاظ الخيال الموسيقى الألفاظ الخيال الموسيقى تعالوا نتكلم الأول على الألفاظ خريطة الزهنية الجميلة اللي قدامك اللي هتيجي دي شروط اللفظ الجيد شروط اللفظ الجيد دي في منتهى الأهمية لأنك أنت من خلالها هيجي لك أسئلة كتير جدا ولك ما رأيك تعالوا نشوف الخريطة الجميلة دي كده ونحللها أول حاجة من حيث معناه اللفظ لازم يضيف معنى يعني شوف مثلا المثال اللي قدامك ده الدم الأحمر الشمس المضيئة ماذا أفادت كلمة الأحمر وماذا أفادت كلمة المضيئة لم تفت شيئا ولم تضف معنا جديدا فمعروف أن الدم أحمر وأن الشمس مضيئة أيضا من شروط اللفظ الجيد أن يكون اللفظ صحيحا صحيحا في معناه في اعتقاده لا يصطدم مع عقيدة ولا يصطدم مع مسلمات حقيقية فمثلا غصون قيام للنسيم سجود هذه الغصون تسجد للنسيم طبعا ده يصطدم مع شيء ضروري أو شيء ثابت في العقيدة أن السجود لله سبحانه وتعالى فلا ينبغي لشاعر أن يخرج عن هذا الإطار إذن هذه الكلمة أيضا في غير معناه أيضا يكون وأهم شرط أرجو الانتباه مناسب للعاطفة اللفظ لابد أن يكون مناسبا للعاطفة في غاية الأهمية ومعظم الألفاظ والأسئلة التي ستأتيك أيهما أجبل ولماذا سيعتمد على هذا العنصر رحمة الله على شاعر مات قتيلا للأمان الطوال لاحظ معي كلمة قتيلا ألا تتفق معي أن كلمة شهيدا أفضل من قتيلا لأن الشهيد نبل هدف أما القتيل فقد يكون قتيلا في أي شيء قد يقتل اللص وقد يقتل الإنسان العادي إذن كلمة قتيلا تتأرجح بين العظيم وغير العظيم أما كلمة شهيدا فهي ثابتة للعظيم فكان أولى به عندما يحكي قصة هذا الشاعر وكان في سياق يعني في هذا السياق أن يقول شهيدا أيضا يكون اللفظ من جماله سهل النطق بعض الألفاظ عندما تتجاور انتبهوا تعطي ثقلا موسيقيا يعني مثلا يقفو إثرها اسمع مني يقفو إثرها هائما والمهتدي بالوهم جم الضلال يقفو إثرها هائما والمهتدي بالوهم تلاحظ تكرار حرف الهاء يعني جعل شيئا من الثقل على الأذن وعلى المتكلم فالأذن الواعية تلاحظ مثل هذه الملاحظات أيضا هناك بعض الكلمات التي تتقارب فيها الحروف تقاربا شديدا فتنشئ صعوبة تصل إلى العثمة كما يقولون مثل كلمة مستشزرات ومثل كلمة ضش مستشزرات يعني مرتفعات هذه الكلمة السين والتاء والشين والراء والزاي قريبة جدا من بعضها فهذه الكلمات ليست فصيحة من شروط اللفظ الجيد أيضا أن يأتي في موضعه فنقدم ما نهتم به فمثلا وطني لو شغلت بالخلد عنه تلاحظ أن الشاعر أتى بكلمة وطني في البداية فالتقديم تقديم واعي الشاعر يعي ماذا يفعل لأنه يقدم ما يهتم به أيضا يكون صوت اللفظ مناسبا هذه قضية بقى قضية طريفة في اللغة وعندنا موجودة في نص غربة وحنين فمثلا السين المكسورة في نص غربة وحنين ستدرس أن أشاعة جو من الحزن هناك بعض الحروف في اللغة العربية التي تثير أو التي تتسم بالهدوء والبساطة والإنسيابية مثل السين والشين وبعض الحروف المرققة وهناك حروف تعطي جرسا موسيقيا قويا مثل الدال واللقاف والجيم والضاد الشوقي مثلا كان عبقريا أحمد شوقي أمير الشعراء كان عبقريا في هذه النقطة وكان موهوبا فعندما تسمع كلامه في الحرب أو في القتال تجد جرسا موسيقيا ينشأ من الحروف يكاد يعزف لك موسيقى تصويرية تنقل لك أحداث الحرب وعندما يتكلم في الغزل أو في الرقة أو في الدعابة تجد ألفاظا سلسة جميلة وحروفا بسيطة وجرسا موسيقيا مناسبة إذن هنا عندنا في المنهج السين المكسورة التي أشاعت جو من الحزن في نص غربة وحنين هذا القانون الذي أمامك وهو قانون شروط الألفاظ أرجو الاهتمام به جدا والمذكرة من هذه الخريطة الجميلة وعندما يسألك ما رأيك؟ أيهما أجمل ولماذا؟ أيهما تفضل؟ هل استطاع الشاعر أن يجيد في هذه المسألة؟ تعال للجانب التطبيقي نسأل وتحاول أن تجيب بعد أن أخذت هذا القانون ونرى يقول الشاعر المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد نفهمه الأول ومن نكد الدنيا من حزن الدنيا على الحر إنسان الحر اللي عنده كرامة أن يرى عدوا له ما من صداقته بد الاختيار الأول اللفظ الخطأ هو إيه؟ عايزين نطلع هنا كلمة خطأ اللفظ الخطأ هو نكد لأنه يوحي بالحزن بما لو يناسب الصداقة يعني كلمة نكد لا تناسب الصداقة طب هو على فكرة هو مش بيحبه فانتبهوا طيب به اللفظ الخطأ هو الدنيا حيث بالغ الشاعر في التعميم جيم اللفظ الخطأ هو عدوا حيث أتى بها نكرة غير معرفة والمفروض أنه يرافقه ويعرفه دال اللفظ الخطأ هو صداقته لأنه واضح أنه يكره ومضطر لوجوده معه فكيف يسمى ما بينهما صداقة فكر كده يترى اللفظ الخطأ مين أولا كلمة نكد لا تستطيع أن تقول أنها تتعارض مع الصداقة لأن من المفروض أنه يكرهه ولا يريد صداقته كلمة الدنيا التعميم ليس هنا تعميم قد يكون من مبالغة من غضبه كلمة عدوا نكرة للتحقير إذن رقم جيم إذن الإجابة الصحيحة فعلا هي كلمة صداقة يعني هو إزاي يقول ما من صداقته بد طب إذا أقول يعني أعطيك كلمة بديلة وسترى نفسك توافق عدوا ما من ملازمته بد آه لأن ساعة المتنبي بيلازم هذا الشخص أو الصديق ليس له صديق إنما هو مجرد إنسان يلازمه إذن الكلمة التي يعني تتعارض مع الفكرة هي كلمة صداقة تعالى ننتقل إلى تدريب آخر وحاول أن تكتشف معي الكلمة الخاطئة ومن النصوص المقررة التي عندك تعالى نسمع ما رأيك في كلمة عصفت في قول الشاعر أحمد شوقي عصفت كسب اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي يا ترى كلمة عصفت غير مناسبة لأنها لم تضف معنى جديد أم غير مناسبة لأنها غير واضحة المعنى أم غير مناسبة لأنها ليست في موضعها الصحيح في الجملة أم غير مناسبة لأنها لا تتناسب في الاستعمال مع كلمة الصبا وهي رياح رقيق لم تضف معنى لا هي أضافت معنى كلمة عصفت أضافت معنى وهو معنى السرعة والقول غير مناسبة لأنها غير واضحة المعنى لا أظن طبعا كلمة عصفت معروفة كلمة بسيطة والجميع يعرفها غير مناسبة لأنها ليست في موضعها الصحيح ليس الأمر كذلك والفعل أتى في بداية الجملة صح الإجابة الصحيحة هي دال غير مناسبة لأنها لا تتناسب في الاستعمال مع كلمة الصبا نعلم أن كلمة الصبا من نص غرب وحنين بمعنى الرياح الرقيقة الرياح جميلة رقيقة نسمة ده الصبا دي نسمة إذن عصفت تعطي نوع من التدمير والقوة أما الرياح الرقيقة فلا تعطي ذلك فهي غير مناسبة تعالى لتدريب آخر يقول ناجي واصفا منظر الغروب الحزين إذا نشر الغرب أثوابه فأطلق في النفس ما أطلق نقول هل الشمس قد خضبته وخلت به دمها المهرقة أرجو قبل عرض الاختياري أن تتأمل رأس السؤال يقول ناجي واصفا منظر الغروب الحزين إذن هو في حالة حزن وفي حالة ألب إذا نشر الغرب وهو الغروب أثوابه وأطلق في النفس ما أطلقه نقول هل الشمس قد خضبته السؤال بيقول لي ما رأيك في استخدام كلمة خضبته أي زينت في البيت الثاني نقول هل الشمس قد خضبته يا ترى هل هي مناسبة لأنها تعكس جمال الغروب وقوة تأثير الغروب في النفوس يعني كلمة خضبته تعكس جمال الغروب أم غير مناسبة لأنها لا تناسب عاطفة الحزن والألم الذي يريد أن ينقله الشاعر لنا من كم من خلال التصوير من خلال تصوير الغروب أم غير مناسبة لأنها جاءت فعل ماضي وكان عليها أن يأتي بها مضارعا ليكون أكثر استحضارا للصورة أم مناسبة لأنها تناسب لون أشعة الشمس ساعات الغروب والتي تميل إلى القتامة والحمرة طبعا لابد أن ترجع إلى شروط الألفاز ستجد أن الإجابة الصحيحة هي باء لماذا اخترنا باء؟ لأنها لا تناسب عاطفة الحزن وقلت لك اقرأ رأس السؤال كويس هو من البداية يحدد لك أنه يريد الحزن إذن كلمة خضبه تحمل الزينة تحمل معنى الجمال تحمل معنى الفرحة فكلمة تصطدم مع الجو النفسي أبناء الطلاب بدأنا المسيرة بشرح قليل وتطبيق كثير بدأنا نعطيكم الفكرة وبدأنا نعطيكم الوسيلة التي دائما تكون تطبيقية لأن المنهج الحر يحتاج هذا الأمر طلاب كثير جدا أختم بهذا الكلام طلاب كثير جدا يسألوني كيف نذاكر أقول لك اقرأ قليلا وتدرب كثيرا إن شاء الله رب العالمين من خلال أسئلة موجهة ومعتمدة أبنائي وأحباب الطلاب أرجو أن نكون قد وصلنا لكم بعض الاستفادة وإن شاء الله بإذن الله في الحلقات الجاية هناخد واجبات بس نكمل هذا الجزء من التجربة الشعرية وألقاكم على خير وإلى اللقاء يا أبطال الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة